أن الفوز بمقاعد في البرلمان بات هدفاً لأحزابي المعارضة وهو ما ينعكس في اتجاه أغلبها لمشاركة في الاستحقاقات المقبلة حيث زكت تنسيقية الوطنية للانتقال الديمقراطي مشاركة الأحزاب المنظوية فيها للمشاركة في الانتخابات القادمة ضاربة بأهم البنؤود التي جاءت بها أرضية مازفران مزيد من تفاصيل مع ناديا زايت والهاشمي خيراني المشاركة في الانتخابات وترك الحرية لاتخاذ القرار للأحزاب السياسية هو القرار الذي بركته تنسيقية الانتقال الديمقراطي في اجتماعها الأخير في تغير مفاجئ لمواقفها المعادية لكل ما له علاقة بالسلطة حيث حاولت الأحزاب المنظوية في هذه الهيئة أن تغطي على قرارها وألبست عباءة حماية جزائر باللعب على وطر الاستقرار والسيادتها أحزاب السياسية تبقى بأرائها المتنوعة والمختلفة هذا شيء طبيعي جدا كما قلت لنا التنسيقية لاتممثل حزب واحد حتى داخل الحزب الواحد فيه أراءة متعددة فيه من هو مع العملية الانتخابية والمشاركة الواسعة وفيه من هو متحفظ ويتكلم ربما يؤكد على أن الضمانات ربما غير كافية تنسيقية الانتقال الديمقراطي ورغم تغنيها بأرضية مزافران إلا أنها أسقطتها في الماء بترك الحرية للأحزاب خصوصا أن أهم ما تركز عليه هذه الأرضية هو التوصل لقرار موحد بخصوص القضايا التي تعنى بالمواطنين بالدرجة الأولى لنأوش التنسيقية ليس بخزب هي مجموعة من الأحزاب ولكل أحزاب عندها قيادات وعندها مجالس وقراراتها تتخذ في المجالس وليس في مكان آخر وبالتالي أمر طبيعي وحتى عنوانها نحن نسميها تنسيقية ولم نسميها حزب التنسيقية ما تنسيق في اتخاذ الموقف وفي الآراء وفي الأفكار وبالتالي أمر طبيعي وعادي بالرغم من الانتقاد الشديد الذي وجهته أحزاب التنسيقية للسلطة واتهامها بتزوير الانتخابات حتى قبل بدايتها إلا أنها لم تتمكن من التفريط في مقاعد البرلمان وهو ما تجلى في اتجاه أغلب تشكيلات من المعارضة للمشاركة شكرا